تحت رعاية ولي عهد أبو ضبي السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد أنهيال شارك وفده من غرفة البحرين في قمة استثمار رواد الأعمال وترأس الوفد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد سمير عبداللناس حيث أشار خلال توجده لهمية هذه القمة لما تمثله من فرصة ثانية لعادة التأكيد على الالتزام الكامل بدعم وتعزيز كافة الجهود المعززة لريادة الأعمال وبيئة الاستثمار مؤكدا على همية تعزيز الروابط التجارية بين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من المنطقة العربية والأفريقية إلى جانب وضع الخطوات العملية التي تساهم في إزالة التحديات والتهديدات والاستفادة من الفرص التي تفتح الطريقة نحو التقدم وتحقيق التكامل الاقتصادي فضلا عن توفير منصة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة للالتقاء بهدف تطوير الاستثمارات المشتركة والتعاون وتسهيل التجارة وتناقش القمة في جلساتها عقبات التمويل التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكيفية جذب رؤوس الأموال لتمويلها مع الأخذ في الاعتبار أن حوالي نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية لا يمكنها الوصول إلى الاتمان الرسمي اشتركوا في القناة